كما أشهد رئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز سديس بصدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود بالسماح بأداء العمر والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة تدريجيا وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وبين سديس أن الرئاسة تستعد بكافة طاقاتها لاستقبال ضيوف الرحمن من معتمرين وزائرين مطبقة أعلى التدابير والأجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المختصة